موضوع تاني عشان النهاردة عندي حلقة وقضية اهمة جدا ولكن موضوع تاني عايز اتكلم فيه مع حضراتكم وهو موضوع ومهم وبالعقل برضو زي ما بنتكلم دايما الموضوع ده مهم بالنسبالي في حاجتين الفيديو بتاع كابتل خطيب جاهز يا شباب طب ممكن قبل بس ما اتكلم في الموضوع خلينا اسمع كابتل محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادي الاهلي وهو بيتكلم وبيقول النادي الاهلي ما بيزعلش على حد او كابتل خطيب ما بيزعلش على حد كابتل خطيب مش زعلان منهم ولكن هو زعلان عليهم سمعني يا سمين زعلت من رحيل بعض اللاعبين لاندية اخرى من الاهلي لاندية اخرى بسبب المبالغ او العروض اللي قدمت لهم انا مزعلتش انا زعلان عليهم والمفروض هم اللي ازعلوا انهم سمعوا النادي الاهلي اي واحد يمشي من النادي الاهلي بطريقة غير لائقة عمره ما حيرجع النادي الاهلي تاني خليبقى لحضراتكم سواء كان لعب كرة قدم لاعبة كرة قدم لاعبة كرة طايرة لاعبة كرة سلة لاعبة كرة بنجبونج اي حاجة اي حد من الاسماء اللي مشيت من النادي الاهلي بطريقة غير لائقة بطريقة غير لائقة مش هيرجع النادي الاهلي تاني وما فيش اي تفكير لدى مسؤولي النادي الاهلي في الموافقة على العودة اي لاعب او لاعبة او لاعبة باعوا النادي الاهلي في اي حال من الاحوال باقولك تاني باع سواء لاعب او لاعبة باعوا النادي ومشوا بطريقة غير لائقة وما حدش يطلع يزايد ويقول انا حرجع النادي الاهلي تاني النادي الاهلي مش هيرجعك او مش هيرجعك النادي الاهلي مش هيرجعك او مش هيرجعك طب انت بتقول الكلام ده ليه عم اسلام انا بقول الكلام ده عشان انا بقفل الباب امام كل محاولات البعض في استغلال اسم النادي الاهلي لاي اغراض شخصية وبقفل الباب امام اي حد بيحاول انه يجيب سيرة النادي الاهلي وهو خلاص ما يستحقش ان احنا نجيب سيرته اللي مش من الاهلي واللي باع الاهلي بطريقة غير لائقة مستحيل مستحيل يرجع النادي الاهلي تاني والباب مغلق امامه او امامها تماما 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 برضو مرة تانية انت ليها الاسلام بتقول الكلام ده لانه اليومين تلاتة الاسبوع اللي فات قال لك اصلي مش عارف مين عمل ايه وراح يشتكي ويفسخ لاعيز يفسخ يفسخ لاعيز يكمل يكمل لاعيز يعمل يعمل ولكن عن العودة للنادي الاهلي او استغلال اسم النادي الاهلي لا احد يستطيع ان يستغل اسم النادي الاهلي لان النادي الاهلي لن يفتح بابه لمن باعه بطريقة غير لائقة مرة تانية سمعني ماذا قال قابت المحمود الخطيب زعلت من رحيل بعض اللاعبين لاندي اخرى من الاهلي لاندي اخرى بسبب المبالغة والعروض اللي قدمت لهم اه انا مزعلتش انا زعلان عليهم والمفروض هم اللي ازعلوا انهم سابوا النادي الاهلي انا زعلان عليهم مش زعلان منهم اتقفل الموضوع ده مش عايزين حد يتكلم فيه مرة تانية وانا هنا لا اخاطب جمهور النادي الاهلي ولكن اخاطب من يحاول انه هو يقضي يلف كده ويجيب اسم النادي الاهلي واصلا عايز ارجع او اصلا عايز ارجع مرة تانية او حاجة من هذا القبيل يعني انسي او انسى خلنا نروح لفقرة صنعة في الاهلي والناس اللي تستحق الناس اللي تستحق ان احنا نتكلم عنها الناس اللي تستحق ان احنا بالفعل تكون صنعة في الاهلي لانها لانهم نجوم كبار لهم دور كبير مع النادي الاهلي حتى لو مشوا من النادي الاهلي بتمشي وبترجع بمنتهى الاحترام وبمنتهى الادب في صنعة في الاهلي النهاردة هنتكلم عن واحد من نجوم كرة اليد في القلعة الحمراء كابتن محمد عادل بدأ مشواره مع القلعة الحمراء من الناشئين 1980 حتى 89 ثم أصبح لاعبا في الفريق الأول وساهم في العديد من البطولات والإنجازات وشارك مع منتخب مصر في العديد من البطولات الدولية نطلع نشوف صنعة في الأهل والأسماء التي تستحق أن تكون بالفعل صنعة في الأهل كابتن محمد عادل نجم النادي الأهل ومنتخب مصر للكرة اليد